سلام يا بونا أنا عندي مشكلة هو أنا لما بعترف عند الكاهن بحس أنه مو كفاية مش كفاية يعني لو اعترفت أني جدبت لازم أقول لكل الناس أني جدبت عليها ولو دعيت على شخص لازم أقول له بعض اللي اعترف أني دعيت عليك ولو دنت شخص لازم أقول له أن أنا دنتها هكذا ولازم أرجع أقول للناس على أخطائي ساعدني يا بونا أعمل إيه أولا واضح أنك قلبك نقل ونظيف واللي بتعمليه في جزء صح وجزء زيادة إيه الجزء الصح؟ بصوا يا حبائي الاعتراف مش مجرد سرد خطايا لابونا الاعتراف فيه ثلاث مراحل مرحلة الأولى الواحد بيقعد مع نفسه ويقعد مع نفسه ويراجع نفسه كده أنا عملت وعايز أتكلم يا بونا في كذا وعايز أتكلمك يا رب في كذا وتويبني يا رب عن كذا دي أعدة مع النفس رقم اتنين تيجي الأعدة مع أبونا اللي هي الأعدة مع ربنا في حضور أبونا ودي اسمها جلسة اللي اعتراف في حاجة تالتة؟ آه فيه أن الواحد يقعد مع الشخص اللي أخطأ في حقه يعني يقول لكم مثال قبل ما جاوب على السؤال ده تحديدا لأني قلت لكم في حتة زيادة لكن الأول اللي نفهم الجزء ده يعني إيه قاعد مع الشخص اللي غلطت فيه؟ يعني هل ما معقولة مثلا واحد يقول أنا غلطت إن أنا سرقت الفلوس الفلانية قاعد مع نفسه وبعد كده راح قاعد مع ربنا وأبو اعترافه وقال له يا رب أخطأت يا بونا أرى لي التحليل يا بونا أرى لي التحليل خلصت على كده؟ لأ لازم في رقم ثلاثة بقى يرجع الفلوس اللي أخدها ففي رقم ثلاثة دايما يعني أنت عندك حتة حق لما تقولي أن الشخص اللي غلطت في حقه بعد ما اعترف بروح أقول بعد ما اعترف مع ابونا واقعد مع نفسي بروح أقول للشخص اللي أنا غلطت في حقك من فضلك سامحني فيها حتة حلوة لكن فيها حتة زيادة إيه الحتة الزيادة؟ في بعض الناس عندهم نوع من الوسوسة كده وأعتقد يا بنتي سامحيني عندك شوية إيه زيادة حتة زيادة كده إن كأن كل خطية بتقوليها لابونا لازم تروح تقوليها للناس لا مش لازم الحاجات اللي لازم تصفيها مع الناس آه يعني زي ما قلتلك كده سرقتي فلوس آه لأ لازم بعد ما تخلصي اعترف تروح ترديها واحد شوهتي سمعيته مش بس أدنتي مع نفسك كده لأ شوهتي سمعيته لأ لازم تروح تصلاحي الغلطة لكن واحد جالك فكري إدانة مش لازم بقى بعد اللي اعترفت قلته على فكرة أنا لما شفتك في الموقف الفلاني أنا دنتك في عقلي مش لازم بقى خلاص أنت قلت لابونا وتوبتي قدام الله وحسبتي نفسك وقلت مش هعمل كده تاني فما فيش داعة تروح تفتحي بقى مع الراجل ده ربنا ساتر عليك هو ربنا ما كانش يقدر يفضحنا ربنا يقدر يفضحنا إن كتبه أفكارنا الناس بتشوفها لكن ربنا أصد إن أفكارنا وقلوبنا محدش شايفة بيسطر علينا عشان عارف إن إحنا ما نستحملهاش دي فما تحمليش نفسك فوق الطاقة يعني أقول لك كلمة ورد غطاة لو الموضوع محتاج يتصفى تصليح غلطة أروحي لكن لو الموضوع كان بينك وبين نفسك الشخص ده ما يعرفش وما تقزاش من ورا الفكرة اللي جاتلك دي هو ما تقزاش دي فكرة ما بينك وبين نفسك مش لازم تروح تصلاحي معي يبقى تعودي مع نفسك وتعودي مع أبونا لكن لما تبقى حاجة لازم ترديها تعودي مع نفسك وتعودي مع أبونا وترجع للراجل اللي غلطي في حقه